هلو حبابي شوكم ان شاء الله تكونوا بخير يوم نزلت لكم ثلاث اطباق دايت للريوق هنانا عدي بسكت الشوفان وعدي لوز وعدي جوز وعدي حليب خالد دسم وهنانا عدي سكر السكر الشكر ما الاهل السكر يعني دايت هنانا رح اضيف الحليب مثل ما دايت شوفون هنانا الزينة هالورقة هنانا عدي المخلمة رح اقطع البصل رح اقطع البصل بهذا الشكل مثل ما دايت شوفون هنانا عدي البيض رح اخذ بس بياض البيض رح اطقهم للبيضات واطلع الاصفار على صفحة هذا الشكل نانا رح اجيب الطاوة اخلي زبدة شوية زبل هنانا اضيف البصل انا صنارة شوية اقلبهم شوية لما يصير شوية لونه ذهبي هنانا عدي مكعبات بطاطا مسلوقة يعني هنانا سالقها ومقطعها مكعبات هنانا عدي ملح وفلفل اسود وكاري وكركم رح تطلعوا هذا الشكل مثل ما دايت شوفون هنانا رح اجيب بياض البيض رح اشرح شوية على مودة تستو كلها مثل ما دايت شوفون هنانا رح اقدمها بالصحان هنانا عدي نعناع رح ازينها بالنعناع نعناع وعدي الجزر والطماطا رح ازينهم هذا الشكل عدي هنا للجزر مبروش هذا للزينة وهو هن مفيد الدايت هنا عدي الطماطا رح يطلع عدي بهذا الشكل هنانا عدي رح ازوي لكم سندويج بالمخلمة هم يصير اكلها طيبة وجديدة وكلش حلوة اضفت الزبد والبصل والطماطا هنانا عدي بياض البياض مثل ما دايت شوفون هنو عدي استوى رح اضيف الملح واضيف كاري وفلفل اسود مثل ما دايت شوفون هنانا رح احضرها رح اجيب شو اسمه هذا نسعته توست هنانا رح اخلي قطعة من المخلمة رح اضيف ريحان ونعناء يعني الطعم كلش طيب هنان عدي الطماطا رح اضيف النوب مخلمة سندويج توست وضفة الريحان والنوب المخلمة ورح اضيف الطماطا الريحان والطماطا ورح تطلع الريحان بهذا الشكل يخبل هنانا عدي خدم الطباق والف عافية هنان الفلفل سواتي لكم بالشسمة الشسمة هذة بالتوست بالتوست وهنان الخبز الاشعير الخبز الاشعير وين نستخدمه نستخدمه بالمخلمة بسم الله الرحمن الرحيم شدة هي صح دايت بس طيبة يعني كبار السن وكتمعت الحديد بسم الله الرحيم نحن على ضارب هاي المخلمة الريحان ناطية فالطعم يفلش فوقها على السريع شو بس بس كتدايت ونحن على الحليب ونحن على الحليب مرحة ونحن على الحليب مرحة مرحة فوقها على الحليب شكرا